فهنا المسالة بسيطة جدا مواطنين مصريين عاديين ربوا ولادهم واهتموا بمواهب ولادهم وده يعلمنا حاجة ما تصدروش على الولاد يعني ما تصدروش على الولاد شوفوا ولادكو كل واحد مهتم بايه عايز يعمل ايه وسيبوا لمستقبلوا صدقني احنا لو سيبنا ولادنا اللي هم بيهوه واللي هم شغفين بيه هيحققوا فيه نجاحات اكتر ما بعض الناس عاوز ابنه يبقى كذا او عايز ابنه يبقى زيه او عايز ابنه يبقى شكله او عايز بنته تبقى مش عارف ايه لا في حالة من الانطلاق والحقيقة هذا النموذج مش نموذج رياضي فقط يعني احنا مش قدام يا جماعة بطولة رياضية فقط احنا قدام نموذج يمثل مصر فيه نهضتها الحالية اللي هو انت عندك فريق 17 سنة الولاد دول مثلا يعني احنا 2019 الاحداث اللي حصلت السياسية دي ف2013 مثلا وانا مش بدخل السياسة في الموضوع ولا حاجة بس انا بحاول اقرأ الموضوع معاكم يعني الولاد دول فيه 2013 كان عندهم 11 سنة عال صغيرة يعني ما اه بلعبوا منهم عندهم 6 سنين بس عال صغيرة لسه 11 سنة من 2013 لحد الوقت بيه كل الاحداث اللي حصلت والاستقرار السياسي اللي بدأ يبقى موجود ويه رغبة المجتمع المصري والدولة المصرية ان كلنا ننهض انا اعتقد انه ده نتاج ده نتاج حالة الاستقرار اللي مصر رايحله يعني ما ايبقى عندك ولاد ف2013 لما الناس قامت بالثورة عشان تحرر بلدها فكان عندهم 11 سنة الولاد دول بدأوا يدخلوا ويتدربوا النهاردة هم عندهم 17 سنة اقل من 17 سنة ففي السنوات دي الولاد دول تم اعدادهم ولذلك مثلا احنا هنا قدام الفرحة الكبيرة انا مش عايز اعمل بعض المنغصات بس لازم بنتناقش بنتكلم من المنغصات دي حكتين لهم الناس غير مسؤولة وطنية يعني هشام ناصر هشام ناصر رئيس اتحاد الكورة رئيس اتحاد كورة اليد هشام انبارح طلع وتكلم وقال انه مكافئة اللاعب 1500 جنيه وقال كده قال بنفس التعبير يعني قالك الاتحاد لا يملك اموال طائلة من اجل مكافئة اللاعبين باكثر من ذلك هذا هو قدرنا ده كلام هشام ناصر اولا كلام غير مسؤول تماما وفوق انه كلام غير مسؤول هو برضو كلام مش عايز اقول يعني كلام واحد مش عارف ليه لان وزارة الشباب طلعت تصريح عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقالت انه كل لاعب من لعبي منتخب كورة اليد الناشئين هياخد مكافئة 112500 اه المكافئات دي مزي مكافئات لعيبة الكورة لكن مكافئة معقولة 112500 ليه يا فندم قالك لانه دي اللايحة وقال كمان انه لعبة منتخب الشباب اللي هم تحت 21 لما حققوا المركز التالت فيه من المنديال بتاع اسبانيا حصل كل واحد فيهم على 59 الف جنيه طبقا للليحة يعني يا عم الشام يا ناصر فيه ليحة مفروض انت عرفها ليه تطلع الناس فرحانا بارح وقاعدين يقولوا فانت تقوم رامي تصريح لا قيمة له الحقيقة لانه مصحيح فتقول انه مكافئة اللعيبة اللي جايين 1500 جنيه طبعا كل الناس يعني تمطعد وتستاء وتغضب وتقولك ليه كده والبلد بتعمل فولادها ليه كده يعني الولاد جايبين لنا كاس عالم وبعدين نهزوا طولنا ونديهم 1500 جنيه بالصحيح انت مش عارف اللايحة بتاع وزارة الشباب اللي هي طلعة بتقول انه اللي حقق لقب زي دا من الولاد هياخد 112 هتقول لي مش كتير هقولك اه مش كتير يستحق اكتر من دا بس برضو مش 1500 فاحيانا يبقى عندك مسؤول غير مسؤول يطلع كده في عز الفرح يقوم ضارب كورس في الكلوب اللي هو الناس قاعدة تهني وتبارك وفرحانة لانه دا انجاز حقيقي انك محقق لقب عالمي عالمي احنا عاديين نندب حالنا في كورة القدم مش عارفين اللي عارفين يجيب مدربين ولا عارفين نعمل اه 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 مسابقات يعني لها مستوى كويس وكل شغل فيه بيزنس رايح جاي فانت عندك حاجة هنا منورة عندك شباب يفرحوا فما كانش ما كانش يليق لانه هذا تصريح من مسؤول غير مسؤول فده اول حاجة اللي هو نغص شوي الناس اتديقت في عنام مقاريت التصريح بتي ايه ده الكلام الفاضي ده الحاجة التانية تلاقي بقى ايه حد من النخبة السياسية ولا الفكرية ولا المهلبية ما تفهمش يعني كاتب كلام فاضي يعني زي عمار علي حسن عمار علي حسن راجل بيقدم نفسه انه معارض ومناضل وابتاع مش عارف ايه هيتو كاتب على صفحته حاجة غريبة جدا يقولك ايه فوز اولادنا بكأس العالم لكرة اليد للمرة الاولى في التاريخ الذي يفعلها فريق غير اوروبي يؤكد ان الشباب المصري ان وجد مناخا مناسبا للابداع بعيدا عن القهر والوصايا والفساد والنفاق سيصنع المعجزات افتحوا الابواب والنوافذ لشباب مصر كله ليبدع واشركوه في وضع الخطط وانصته الى صوت احلام طبعا لما ترى الكلام ده تشعر انه عمار علي حسن مغيب فكريا مختطف زهنية يعني انا بكلمكم بجد والله ليه لانه هنا الا اذا اعتبرنا ان هذه شهادة من معارض هو عمار علي حسن يقدم نفسه كذلك يعني والرجل يتكسب من معارضته لكن يقدم نفسه كذلك انه بيقول انه هذا النظام بقى ليه لانه بيقول ان الفوزولادنا ده الفوزولادنا لأول مرة في التاريخ بيؤكد ان الشباب المصري اذا ان وجد مناخا مناسبا للابداع سيصنع المعجزات يبقى ده اعتراف من عمار علي حسن انه المناخ الذي نعيش فيه الاوضاع التي نعيش فيها الان هي مناخ مناسب للابداع والابتكار ولتحييل المعجزات طب ايه كده اكتب مصودش ده فيقولك ايه وهو شهادة اخرى انه النظام الذي نعيش الان في ظله والمناخ الذي نعيش في ظله هو مناخ بعيد عن القهر والوصاية والفساد والنفاق ليه يا عمار لانه هذا هذا السياق هذا المناخ مكن فريق من الناشئين تحقيق المعجزات فطالما نحقق المعجزات يبقى ده عصر مناسب في فكرة استغلال للحادث انت منتاش مقتنع باللي حصل ما تقتنعش لكن ما تغلطش لانه انا بقول لحضراتكم هذا الفريق تحديدا اللي هو عنده 17 سنة وقال ده نمى نمى في هذا الظرف الذي صنعته 30 يونيو بعد 30 يونيو الناس بدأت يزيح الاخوان يبدأ يحارب الارهاب يبدأ يبني وينمي مع اسرار اصرهم لانه اصرهم لها دور كبير جدا في هذا الموضوع غير منكور لكن انا اقصد انه محدش يستكتر على البلد دي فرحتها بجد يعني محدش يستكتر علينا فرحتنا البلد دي تعبت كتير قوي واستنزفت كتير قوي وتبهدلت كتير قوي فلما يتحقق حاجة زي دي فالناس تفرح وتقول مبروك للشباب وهتستقبلهم استقبال كويس جدا انا ادعو انا مش عارفو ما لولاد وصل ولا لأ بس اعتقد لسه ما وصلوش انا بدعو الاستقبال شعبي حاشد لأبطال منتخب كرة اليد اللي ناشئين في المطار يعني عدد كبير عدد كبير من الشباب هم تقريبا هيوصلوا بعد ساعات بعد الساعات على الساعة اثنين والله انا بتكلم على الاجهزة المعنية حتى ترعى تنظيم يعني لو الشباب قرروا يطلعوا شباب يطلعوا شوفوا شباب الاحزاب شوفوا شباب المهتم اطلعوا جماعة واستقبلوا الشباب دول قدام المطار وحسسوهم وحسسوهم ان هم يعني عملوا انجاز عظيم انا متأكد انه الرئاسة ستكرم انا متأكد انه الرئاسة سيستقبل متأكد من ده يعني وادعو الى ده يعني انا متأكد منه وادعو له ايضا انه الرئاس يستقبلهم ويكرمهم وبعدين وبعدين ده هيحصل لانه هذا الرجل يعرف قيمة الجهد اللي بيبزله المصرين اللي بينجحه فعاوزين نحس بيه انجازنا مش عاوزين نقول نتكلم طول الوقت في مشاكل ما هو اه في مشاكل واحنا هنهرب من المشاكل يعني انتوا عارفين اللي هو يقولك ايه والعدم الهم خالي حتى الامر في العلالة ما اقول في مشاكل طول الوقت يعني لكن المسألة محتاجة انه نفرح افرحوا بالعال دي روحوا استقبلوهم ويتكرموا وان شاء الله الرئيس يكرمهم بنفسه واستقبلهم وعندنا حاجة كويس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة